بما على حبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو الشفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والقائل جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين ولا زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده مع صورة الفاتحة نطوف معا في بستان هليانع الماتع نجمع الرحيق والزهر والثمر ونقف معا في محرابها المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر ونغوص في بحر معانيها الزاخر نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم وقلت الصراط في اللغة هو الطريق الواضح الذي لعوجاج فيه الصراط في اللغة هو الطريق الواضح الذي لعوجاج فيه ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم فالصراط هو الطريق الواضح البين الذي لن حراف فيه ولا عوجاج وكذلك المستقيم فالمستقيم صفة للصراط والمستقيم والمستقيم هو الذي لعوجاج فيه ولا انحراف فأصل الاستقامة في اللغة الاستواء والاعتدال الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأفعال على الاتباع وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص اهدنا الصراط المستقيم وقد اختلفت عبارات السلف في معنى الصراط قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصراط كتاب الله جل وعلا الصراط المستقيم كتاب الله جل وعلا قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا الصراط المستقيم الإسلام قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره وقلت لكن أشمل وأجمل وأجمع تفسير للصراط المستقيم هو تفسير رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داعي يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوج وفوق الصراط داعي يقول إذا أراد أحدهم أن يدخل باب من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور ناداه هذا الداعي فوق الصراط وقال ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه أي إنك إن تفتحه تدخله قال صلى الله عليه وسلم في تفسيره لهذا المثل قال الصراط الصراط الإسلام الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم هذا هو معنى الصراط أما اهدنا الصراط المستقيم انتبه معي جيدا أيها الحبيب الكريم اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا وألهمنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم إلى الطريق الواضح إلى دين الله الذي لا يقبل غيره إلى الإسلام هذا هو المعنى الأول اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا وألهمنا وأرشدنا إلى الطريق الواضح البين إلى طريق الإسلام إلى دينك الذي لا تقبل دينا غيره ومن معانيها أيضا اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم هذا معنى آخر أي ثبتنا على الصراط المستقيم أي ثبتنا على طريق الإسلام ومن معانيها أيضا الأمر لا يسلم فأنت تحتاج على الصراط حتى ولو هديت إليه إلى تثبيت خلي بالك لأن هذا ملتبس على كثير من الناس فالبعض يتصور أن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم خلاص فلماذا يدعو الله جل وعلا في كل ركعة ويقول اهدنا الصراط المستقيم فأنت إن هديت إلى الصراط المستقيم أنت مفتقر إلى الله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياتك ومع كل نفس من أنفاسك مفتقر إلى تثبيت الله لك على الصراط المستقيم خلي بالحضرتك يبقى من معانيها اهدنا الصراط المستقيم أي ألهمنا ووفقنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم أي إلى دينك الذي لا تقبل دينا غيره أي إلى الإسلام ومن معانيها أيضا اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الإسلام ثبتنا على الدين لماذا؟ لأن السالكة لطريق الله المستقيم في حاجة إلى تثبيت أولم تقرأ قول الله سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هو هداهم سبحانه وتعالى لكن هذا المهتدي يحتاج إلى تثبيت له من الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه فأنت الآن على حال وقد تكون في الصباح على حال أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الحق الذي يرضيه فكم من الناس قد يتعرض لشبهة فيفتن قد يتعرض لشبهة فيفتن قد تعرض عليه كلمة فيفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله وينقلب من الحب إلى البغض ومن الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال ومن الخير إلى الشر ومن حسن الظن بأهل الفضل إلى سوء الظن بأهل الفضل لأن في قلبه مرضا ولا حول ولا قوة إلا بالله إن عرضت عليه الشبهة تشربها قلبه إن عرضت عليه الشهوة افتتن بها قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن فمن هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم في حاجة إلى تثبيت فمعنى اهدنا الصراط المستقيم بعد المعنى الأول أي ثبتنا على الصراط المستقيم على طريق الإسلام على طريق الحق على طريق الهداية على طريق هداية التوفيق فأنت تحتاج إلى تثبيت ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في دعائه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أوإن القلوب لتتقلب قال نعم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال بأبي وأمي وروحي اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فالقلوب تتصرف القلوب تتقلب القلوب تفتن إذا عرضت الفتن فاعلم بأنها تعرض على القلوب لأن كثيرا من أحبابنا يتصور أن الفتن تعرض على الأبصار فحسب أو على الأسماع فحسب اعلم أن الفتن تعرض على القلوب ابتداء كما في حديث مسلم الذي في الحديث الصحيح الذي راه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب اللهم نجينا من الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم ارزقنا هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها فتن الشبهات والشهوات ما دامت السماوات والأرض يا رب الأرض والسماوات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الربانيين العاملين وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال إنه ولو ذلك والقدر عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله